هؤلاء الشباب ساقطون وسفل ما كان وقفوا هذا إلا هذه الوقت وقفوا شوف لاحظ يعني أعطوا استراتيجية حتى للتحرك من دون قيادات يعني إلا من أعمارهم يعني الأعمار الفتوة أعطوا موعد لرقائهم مع تاريخ اللي هو كان يوم يوم خمسة وعشرين وأصروا على الحضور وهيئوا كل أسباب النجاح لهذه التظاهرات حتى نذروا أنفسهم بل وطوعوا أنفسهم لتقبل أشد الظروف يعني صنعوا أنفسهم بأنفسهم يعني هذه حالة يجب أن يدرس بعد احترامهم لمناسبة دينية يستغلها البعض لتأجيج الفرقة بين العراقين جمدوا حراكهم جمدوا انتفاضتهم ولهذا شكت لك استلهموا حالة الوعي وهذه حالة الوعي اللي احنا كنا نقول عليها يعني مثلا عندما تستلهم اللحظة الفارقة من التاريخ لا تضيعها من يدك هم الآن استلهموها والآن يعني جعلوا خصومهم اللي هم جعلوا الفاسدين في إدارة حكم العراق من عام 2003 إلى حد لام أمام حرج كبير لأنه المرة الأولى أن يواجهوا بكل هذا الوضوح وأن كنا لا ننكر من أوصل هؤلاء الجيل لا ننكر أنه في 2013 في 2014 ماتوا يعني العراقيين وضحوا بالدماء الكثيرة لكنه لم تذهب سدن شوف ما في حركة توصل بنهاياتها إلى هذه الموقف من البطولة إذا لم يكن لها تأسيس إذا لم يكن لها تأسيس فهم أسسوا العراقيون وقفوا بعام 2003 من اليوم الأول بالمقاومة العراقية وتتذكر يعني كانوا يأتون على على الرطل الأمريكي ويصبون جام غضبهم عليه ويقطعون عليه الطريق وذبح الأمريكان المحتلين يعني بالنتيجة هذا محتل لحكم القانون الدولي وانعطفوا من بعد المقاومة على المظاهرات اللي جئوا من 2013 و2014 وطالبوا بكل قوة وقاتلوا كذلك الإرهاب أنت لا تنسي وقاتلوا الإرهاب وعادوا مرة ثانية لإعادة كامل صورة العراقية العراقية اشتركوا في القناة